إلى الرياض والصديق العزيز الأستاذ علي مسعود مدير تحرير جريدة الرياض السعودية أستاذ علي أهلا بيك أهلا نصر برهيم مساء الخير عليك وعلى كل مشاهدي قناة الأهلي وتحياتي للبشمهندس عدل القيعي ولكل جماهير النادي الأهلي في المصر والوطن العربي وفي البداية قبل ما نبدأ نتكلم بذلك مهان الجميع بالانتخابات الرائعة اللي كان لها صدق عربي جبير جداً وبالردود الفعل اللي كنا احنا هنا في السعودية فخورين بيها ونتابع عملية ديمقراطية ينظر تكرارها في أي نادي في الوطن العربي كله كان النقل على الهواء على مدار 24 ساعة وكانت الحاجة مشرفة وكنا بنشعر بالفخر والعزة اللي ده موجود في النادي الأهلي اللي في 37 ألف واحد في 9 ساعات أو 10 ساعات ليذهبوا الجماعية العمية فببرج الجميع على الشكل المشرف اللي احنا ظهرنا عليه سيد علي لاحظت انه مسؤول الرياضة السعودية الأول تركي آل الشيخ متابع الانتخابات الأهلي لحظة بلحظة وتغريداته كانت كتيرة في المسألة دي بالتأكيد بالتأكيد الأهلي ما كانتك كبيرة مخليها دايما متقدر الأحداث ومتقدر الكلام سواء في فلطر أو فلطر عربي وعلى مدر الإسبوع اللي فات كان التركي آل الشيخ المستشار في الديوان الملكي ورئيس هيئة الرياضة السعودية وهو دلوقتي حقيقة الاتحاد العربي لتضامن الإسلام وعما قريب جدا سيكون رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم بعد استخدام الانتخابات الأهلي التركي الثالث هذا الرجل الذي يمت في الثورة جديدة في القدم السعودية أو في الرياضة السعودية بشكل عام وهنا يعتبروه الأمير فصل بن فهد الجديد يعني أنت أعتقد الكابت العدلي وحضرتك تذكره أيام مجدل أمير فصل بن فهد صحيح آه فهو تركي آل الشيخ ده متوسمين في الجميع اللي بيغيد عصر الحزم والقوة اللي كان موجود في الرياضة التركي آل الشيخ من اللحظة الأولى يمكن مش في الأسبوع اللي فات من قبل كده وهو تعبر من خلال تغريباته ونشط جدا على وسائل التواصل الاجتماعي على أمني تفوزه خطيب وأنه خطيب بالنسبة ليه الصورة ده تكرر بنعب في حوار في جسد أحد القناة المصرية مع عمرو قبيب وقال أنه بيسأله بيقوله أنت بتشجعي قال أنا دمي دمي بشجع لهم دمك أنا دمي بيسري فيه الأقل أن الكلام ذا على نهوة في برنامج مجع صدائي اللي بعد كده يمكن قبل الانتخابات بثلاث أربع فيام فيه تجريدة مشهورة قال فيه أن أنا بتمام الأخي محمود الخفيد في الصورة الكرة المصرية الفوز وقبل ما تعلم النتائج الانتخابات بشكل عام ومن خليف اللي فات من كلية المؤشرات اللي كانت بتفوزه اللي فوزه خطيب وقيمته هو كان سبع الجميع والساعداشر بريل تأجيبها لأحداشر نوص درد وقال أبارك لأخي محمود الخطيب وأعلن عن زيارتي للنادي الأهلي خلال شهر ديسمبر لبحث أمور أو استثمارات مع النادي القرب لا ده نقف ممكن نقف هنا لحظة بقى أنت روحت للماندسة عدل في ملعبه بقى أولا أنا أمن بك يا سبحاني ودائما يعني بتشيرين أنا سعيد أن أرسل عصدك باش موت الله يخلي الحقيقة دي نقطة اللي عايزين نقولها يعني أن النادي الأهلي يفتح الأبواب والأفاق للجميع أن مجرد ثقة الناس في شخص قيادة النادي الأهلي يعني أهو إعلان حضرتك بتعلنه على الهوى نقلا عن صاحبه أنه حييجي عشان يشوف مسائل ذات اهتمام مشترك بينه وبين الرياضة السعودية والنادي الأهلي وأهلا بيه في أي وقت وأهلا بكل الأشقاء اللي عايزين يمدوا إيدهم معنا علشان الرياضة تستحق جهد مشترك فعلا بالتأكيد والكلام ده مش فراده من عادي أنا أتكلم على شخص أحدى الثورة في الرياضة السعودية وشخص ينتظر منه على أنه إن شاء الله الرئيس القادر للإتحاد الأساة والكوردة شخص مسؤول كبير لا صاحب كلمة طبعا بالضبط هو رجل شاعر وهو رجل حكاس وهو رجل من الناس الواضحة جدا اللي ما بيحبش المواربة من البداية يعني هو شاعر أيضا هو شاعر أيضا يبقى بإذن الله تجربة سيمو الأمير عبدالله الفيصل يعني تتكرر معنا بيش دي لو أغاني فيه مطربين مصرين كبار بيغليوها طبعا التركي الشيخ يعني تلميحه على فكرة يمكن هو انتخب رئيسا للإتحاد التضامن الإسلامي عند الضبط بعد انتخابه بباشرة أعلن عن تبروه بـ 30 مليون ريال سعودي يعني تقريبا 150 مليون جنيه مصر للإتحاد أعلن عن البلاء مبنى للإتحاد التضامن الإسلامي بدون من 56 دولة في الرياض فإحنا بنتكلم على يعني رجل كبير في العالم الإسلامي وعلى فكرة طبعا أنت يعني على مدار يامل بباسم في انتخبات كثير في أنبياء كثير في مصر وغير مصر لكن لم يهتم ولم ينهض ولم يتحدث إلا عن الأهل عندما يكون هذا الشخص الرائع الكريم يقول أن الأهل في دمي فهنا نحن نقوله وأنت في قلوبنا بالتأكيد هو حدد باش مهدس كمان يعني حدد تماما أنه قادم في شهر ديسمبر يعني ما قال لك شعاجي يعني زيارة متفق عليه كان قادم في شهر ديسمبر لتهنئة أخي محمود الخطيف في النادي الأهلي وبحث استثمارات القادمة فده دليل على المكان الكبير الذي يمثيها الأهل أكيد والروح بين البلدين فيها هذا الدفء الرائع أستاذ علي كيف تبعت رد الفعل السعودي لوقوع المنتخب السعودي مع المنتخب المصر في مجموعة واحدة في كاس العالم والله يمكن أستاذ راهيم كان فيه كان فيه مقول حد بيقولها في بطاقة التواصل الاجتماعي عبرت بدقة عن الحاصل في سوق المصر هو هنا اللي هي أن السعودية فرحانة بالقرعة ومصر فرحانة بالقرعة وروسيا والأورجواي فرحانة يجينا احنا الاتنين صحيح فدي حقيقي جدا يعني هنا في السعودية يعني فيه تفاقل زير طبيعي بالقرعة وكأن البعض يرى مجموعة سهلة جدا طبعا هو نقطة الأسعادة أو أبهاجة السعودين بشكل عام هنا أن السعودية هتلعب مباراة لفتتاع يعني دي كان شرف لي كمنتخب عربي الأول منتخب عربي في تاريخ كرة القدم أو في تاريخ بطوات كاس العالم هيلعب الافتتاع يلعب الافتتاع صحيح هيلعب الافتتاع مع الافتتاع ده بالنسبة ليهم يعني حتى أحد الأمر أو أحد المسؤولين هنا على الأقل أحيان إحنا لو دفعنا مليارات طبعا يعني يؤمن عن اسمنا في مفرات بتاع لم يحدث ذا إلا في إيه يعني سبحان الله اللي جدت بالسلطة لوحدها فده سبب فرحتهم أكيد طبعا فيه سبب تاني وعتقد من الشارك إحنا هم فيه اللي هم بعدوا عن المنتخبات السليلة ألمانيا والبرازيل والأرجنتين المنتخبات اللي ممكن الناس تخسر فيها بنتائج كبيرة لأن روسيا في المتناولة يعني أربواي أكيد يعني هل يتحقق الحلم من وجهة نظرك إن ممكن مصر وسعودية يصلوا يعني لو ربنا وفق السعودية مع روسيا وإحنا مع رجع أربواي أعتقد حيبقى فرصتنا احنا الاتنين كبيرة نطلع مع بعض والله إحنا نتأمل على الصعيد الرسمي رئيس الاتحاد السعود الكرة القدم اللي هو عادل عزة قال كده قال نتمنى إحنا ومنتخب مصر نتأهل عن المجموعة ده التلام الآلي هو يتمنى وإحنا نتمنى بس ده مش كاس العربي عالي ده في النهاية كاس العالم برضو ما بقولك بإنين فرحلين دينا يعني برضو طيب بمناسبة برنامج إعداد بقى المنتخب السعودي لأنه طبعا الفرقتين هيبصوا على بعض كتير 100% هيبدأ المنتخب المصري يتابع بخطوات إعداد المنتخب السعودي وبالتأكيد هم بصين على المنتخب المصري ومرحل إعداد إعداد المنتخب السعودي ماشي أزاي أنا أقولك أنا حاجة مهمة يعني يمكن العيب الوحيد في وقوعنا إحنا والسعوديات مجبوعة واحدة اللي كان فيه أفكار كتيرة بإن يتعمل معذكرات مشتركة أو يتعمل حاجات مشتركة دي هتبقى صعبة دلوقتي نعم خلاص لكن المنتخب السعودي من دلوقتي جاهز نفسه بشكل كبير جدا وحط نيزانية كبيرة للأجهيز منتخب الكاس العالم منتخب السعودي أعلنه بشكل رسمي هي لعب مع ألمانيا وهي لعب مع البرازيل وهي لعب مع الأرجنتين ماشي أعلن بشكل رسمي بعد اتفاقيات مع الاتحاد السعودي واتحادات الدول الثلاثة طبعا هو لعب الشهر الفات مع البرتغال في رجبولة ثلاثة صفر أعداد هو بدأ رحلة السعوديات الكاس العالم تقريبا من شهر ونص طبعا كان بيقود المنتخب السعودي فنيا مدرب كانت موارفك مدرب هولندي كان المستغرب في الموضوع أنه تم الاستغناء عنه مباشرة بعد لهذه التفاقيات ربما لم يتم التواصل إلى اتفاق معه وربما لم يحب التوافق اتفاقي المنتخب السعودي جابه مدرب كان مدرب سابق المنتخب الإماراتي وكان مدرب الأرجنتين قبل كده اللي هو باوزة المدرب الأرجنتيني صدل مع المنتخب السعودي قريبا بالضبط 40 يوم أو شهر و10 سيام اللعب معهم عملوا معسكر في لاجبونة في برطغال لمدة 10 سيام لعبوا فيه ثلاث مباريات خسروا في 2 وكسبوا واحدة ماشي منتخب السبنطفيا منتخب لكن خسروا من برطغال وبنغارها فبعدها يعني هم شافوا القيادة السعودية أو المسؤولين على الرئيس السعودية إن الصعوبة إن المنتخب ما ظهرش بمستوى كويس إن احنا نقدر نغير دوات قبل ما نغير قبل الهاية كسر عن ففعلا استغنوا كمان عن المدرب اللي هم جابوه جابوا مدرب أرجنتيني سمو بيزي تولى المسؤولية تقريبا من أسبوع وقت لسه ما وصلت السعودية هد يختار العناصر عندهم معسكر في شهر يناير الجاي تقريبا مع أيام الفيفا اللي هي اضطرت كل المنتخبات هتعذكر فيها هيبدأ خلاها هتعرف على المنتخب في خطة مهمة دي بدأ بدأت يعني السعودية يمكن بدأتها من قبل من القرع والكلام ده إنه هو طبعا هم بيتفتقدوا قصة إنه هم القصة اللي عندنا نحن في مصر اللي هي عندهم نعيبة في أوروبا عندهم الكلام ده طبعا لم يحدث إنه فيه لعيبة في صعودية في فترة اللي في حاج ما فيش في الوقت في الوقت ده ما عندهمش محترجين فيه ربا فلتعود الجزئية دي بدأوا يفكروا الاتحاد الصعود طبعا يعمل معسكرات برا كتير لا ده فيها فكرت فكرة تانية كمان إنه هيرث يعني عمل اتفاق مع الاتحاد الأجباني ماشي على أساس يبعت ضعب اللعيب البرزين في المنتخب هيعاروا في روسيا لمدة أربع خمس شهور على أساس يقضوا على الأدواء يعني الفكرة بدأت بفهد المولد الفهد المولد ده نعيب وفص المنتخب السعودي هو صعب هجف للتقاه يعني يروح يعمل معايشة ولا يفضل يتمرن معهم هناك هم هم بدأوا الفكرة الأول بدأوا يأهلوا بعض النعيبة بفريق منشط فالقناية بنياقية لمدة أسبوعين ومن شهر يناير مع الفريق لمدة أربع خمس شهور بس بشرط أن يلعب ما يعودش عددك بقى هو ده اتفاق يعني كان فيه وفد اللي يجا الأزباني رابطة دور المحترفين الأزبانية كنت موجود في السعودية يمكن سافروا من ثلاث يام فقط حصل اتفاقات بشكل ببير واتفقوا على أن فعلا زي ما حضرت تفضلت اللاعب يروح يلعب على أساس يتم الاتفادة بمناسبة اللاعبة السيد علي اللاعبة المصريين عندك يعني حسام غالي أخباره إيه حسام يمكن كان بيلعب أول أول مبارك مع الباطم السعودي وتعادله واحد واحد كان فيه دور كبير طبعا روابط الشخات كارثة أصفر هيكلفه إنه كان الكارثة الأصفر الثالث ليه هيكلفه من جيب المبارك جاية لكن حسام أعتقد كان فيه كلام تقال من الشهر المرشعين اللي ممكن نغادر في يناير لكن أعتقد الوضع تغير في الزبوع الأخير ده أو في العشر السيانة الأخيرة الوضع تغير تماما لأن تائما وحضرتك أعرف بالقصة دي إن الفرقة بتظهر المشاكل هي وما بتغسر لكن لما بتكسب الأمور بتبقى ملشة كويس جيدة النصر بدأ يرجع يكسب تسيب مباشرة وربعة من كبس تبعاد النصر الأخير اللي كان فيه كلام بتقال على إنه هو فيه لعب لعب ليدير اسمه دايبور على إنهم احتمال يغدروا في شهر يناير المجال لكن أعتقد الكلام ده بقى يعني خفف شكل كبير وحشان ممكن يكمل مع النصر بغيك نهاية السنة فسان انت عارف لعب حماس ولعب مخلص للفريق ولاعب لقاتل في الملعب يبقى دائما رقم صعب جدا ورقم مهم جدا بين اللعيب البطري الموجودين هنا وعصام الحاضري بالنسبة عصام العصام انتعاد في التعاون هو يعتمد على عصام الحاضري بشكل أساسي الفريق بتاعه تعادي المرش ما فيه واحد واحد عصام يلعب أساسي أعتقد اللي خرج الحسابات خالص وقت اللي مجعبش اللي صبت عليها بشكل كبير مصففت تقريبا كمان بقى حسابات في التعاون السعودي هنا أعتقد انه هو فيه تفاوض مع الزمال بإنه مرجعوه أو لأنه يبدو يبدو أن الإصابة بتاعته مأثر بشكل كبير الكهرباء كان عنده إصابة في الظهر كانت واضح انه كانت أصابة بشكل كبير التحاج جدا بعث ألمانيا قاعد أسبوعين ثلاثة بدأ يتعافى بشكل جديد في المطس الأكثر هو جايب جون لكن طبعا لا يسترد دعافيته بشكل جديد لكن أعتقد أنه في طريق للتعافي يمكن واضح بشكل كبير أنه جال عن المنتخب في المرات اللي فات ممكن سؤال بقى مهم جدا واضح أن السعودية بديها الأولوية على كل شيء لكأس العالم والاستعداد لكأس العالم كيف هيؤثر هذا عبدالوري هل هيلعبوه من غير الدوليين ولا الدنيا هتمشي طبيعية لا بنسبة للدوري هو هيلعب الدوليين لغاية آخره لكن كل الترتبات تقام على أن الدور ينفيه في شهر إدريس على سجل شهر مايو كامل والجلس من ونص تقريبا منيو المنتخب متفاجه سماما للمؤكترس في أوروبا لكن زي ما يمكن قلت معاكم قبل كده مرة هم قرروا أن كأس الملك هيتلاعب من غير الدوليين ده اللي هو يقام في شهر معي ده هيتلاعب من غير الدوليين لكن الدوري الدوري السعودي المحترفين اللي وإحنا قائبا وصلنا بعد النور وصلنا النص تقريبا كده ده هيلعب الدوليين بشكل طبيعي والهلال متصدر الهلال متصدر الهلال متصدر وقطع مسافة كبيرة يعني الكل على فكرة فيه مفرقة حصلة يمكن التشابه اللي بيحصل الهلال هنا في سعودية والأهل في مصر الهلال فقط بطولة الدوري أبطال أسيا بنفس السكيريو الفربوني اللي فقط به الأهل بطولة أفريقيا إنه ضيع المبارض الزهاب اللي على ملعبه وتعاجل واحد واحد وراح هناك خسر واحد سكير فبدأ يرجع أول مرجع الدولي طبعا طايع في كل الفرق في ثلاث ماتشات متفالية استرد الصدارة من المبارض الأخيرة يبدو إنه لو مش على نفس النهج كده يوسع الفرق لعشر رقب تقريبا ديه بيديه الفرق فأعتقد هو كالعادة مرشح أول لإحراز البطولة والبعديه النصر والقالب دي مراحل يعني الاتحاد طبعا الاتحاد جد السنة دي زي المكان السنة اللي فاتت بعيد شوية عن مستواه وعنده ومشاكل كثير يعني مش عارفين شكرك إزاي يعني وفيت كل النقاط والناس عايش هدواتي في الأجواء الاستعداد السعودية بشكل لم يسبق تغطيته قبل كده مشكرة جدا جدا شكرا جزيلا للصديق العزيز الزميل علي مسعود مدير تحرير جريدة الرياضي السعودية